أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة والتي نحن معكم فيها الآن من الحدود الشرقية لمدينة غزة في منطقة ملكة واحدة من نقاط خمس ما زال الفلسطينيون يعتصمون ويتظهرون فيها منذ نهاية مارس أذار اليوم الجمعة الرابعة والأربعين على التوالي نستطيع أن نرى الآن تجمعا للمواطنين حول في نقطة معينة فيما يبدو بأنه إصابة لأحد المواطنين الذين يتوجدون في المكان في هذه اللحظات وقبل قليل أعلنت وزارة الصحة عن وصول عشرة إصابات إلى مشافي قطاع غزة من نقاط تظاهر الخمس شرق القطاع منها إصابة لطفل في الخاصرة برصاصة في الخاصرة وأيضا إصابة لمواطن آخر بقنبلة غاز في الوجه هذه الإصابات ما زالت تصل حتى الآن إلى المشافي في قطاع غزة واحدة من الإصابات أيضا كانت لمسعف أصيبة بشكل مباشر وتم نقله إلى المشفى إذن الجمعة الرابعة والأربعين التي ما زال الفلسطينيون يتظاهرون فيها وحتى الآن أعلنت وزارة الصحة عن وصول عشرة إصابات إلى المشافي الفلسطينية عادة عن إصابات متنوعة وإصابات كثيرة بالاختناق جراء الغاز الذي تطلقه إسرائيل على الفلسطينيين الذين يعتصمون هنا هذه الجمعة التي حملت اسم جريمة الحصار مؤامرة لن تمر هي الجمعة الرابعة والأربعين وقبل قليل أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن عنوان الجمعة القادمة والتي تحمل اسم أسرانا ليسوا وحدهم وذلك لتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بعد الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل تجاههم كان آخرها الاعتداء على أسرى السجن عفر والتنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم إذن مشاهدين ما زالت هذه الجمعة مستمرة إسرائيل ككل الأيام السابقة تفرط في إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق نستطيع أن نرى تجمعا كبيرا من المواطنين في المكان ووجود عدد أيضا من النساء والأطفال وكبار السن الذين أجاءوا جميعا ضمن هذه المطالب التي يرفعه الفلسطينيون وبشكل خاص اليوم مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء هذا الحصار الذي أنهك الفلسطينيين منذ أن فرض عليهم في العام 2007 وما زال حتى اليوم يشل منحي الحياة الاقتصادية ويضر كل أشكال الحياة الموجودة في قطاع غزة إذن نشاهد وإياكم الآن هذه اللحظات من مسيرة العودة والجمعة الرابعة والأربعين فيها جمعة جريمة الحصار مؤامرة لن تمر كما سمتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة سنتحدث الآن مع أحد المواطنين الذين يتوجدون في المكان يعطيك العافية اليوم أنت أول مرة أو أي مرة بتشارك فيها في المسيرة؟ الحمد لله كل سبوعنا بنشارك إلا ما ندر يعني فكرة أو الرسالة التي تحملها بمشاركتك؟ أنا في الجمعة الرابعة والأربعين نوجه الرسالة نحن نمسكين بحقنا في العودة متجذلون بهذه الأرض حتى نعود إن شاء الله ونكسر هذا الحصار الظالم بحق أهلنا في قطاع غزة اليوم العنوان كان للمسيرة عن الحصار بشكل خاص باعتقادك هذا الحصار لمتى مستمر وشو ممكن يكون طريقة لرفعه؟ الطريقة هو ثبات الشاعب حول هذا المفهوم كسر الحصار والوحدة الوطنية طبعا هي أهم وسيلة لكسر هذا الحصار يعني أنه تتجمع الناس مع بعضها والفصائل مع بعضها في سبيل كسر الحصار ونالي الحقوق يعني لا يمكن نصير نكسر الحصار وإحنا نحن نحاصر بعضنا في بعض أنه في ناس بتحصرنا قاعدة يعني رمالة والسلطة تحاصر في أهلنا في غزة ومناكفات هنا وهناك وبدنا نكسر الحصار هذا طبعا لا يمكن أن يصير لابد أنه نصير وحدة وطنية وصير كذا حتى أنه نستطيع نكسر الحصار بقوة بعزيمة إن شاء الله كل جمعة بتقول أنه أنت بتيجي وبتشارك إلا متى راح تضلك تيجي؟ حتى يأذن الله لنا ويقضي بيننا أمره يعني طالما أنه في احتلال طالما في احتلال وفي حصار فعنا مسألاتنا مستمرة بإذن الله عز وجل لأن كل أولنا مل بإذن الله عز وجل أشكرك جزيلا شكرا لك على مشاركتك معنا إذن مطلب رفع الحصار يبدو مطلبا ملحن الآن بالنسبة إلى الحياة اليومية لأهالي قطع غزة الذين يعانون من شلل حقيقي في هذه الحياة وفي الوضع الاقتصادي جراء استمرار الحصار المفروض على القطاع رجل يتواجد هنا في المسيرة برفقة أطفاله سنتحدث معه الآن يعطيك العافية عرفنا عليك الله عافيكي أبو أنس السويركي أبو أنس مع أطفالك موجود في المكان مش الآن عليهم؟ لا 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 مش قلقات لا شك أنه الوضع شوية مخيف لكن إحنا إن شاء الله العالمين هنجيين في رسالة حتى نوصلها لأبنائنا كمان اللي هي شو الرسالة اللي بدك توصلها للناس بمشاركتك ولأبنائك كمان بالضبط إحنا نحمل الرسالة هذه لأبنائنا إنه إحنا هذه بلادنا اللي هي على بعد أمطار منا يفصلنا ما بيننا وبينها سلك شائك وهذا زائل سيزول بإذن الله رب العالم يقولهم هذه هي بلادنا هناك بلادنا بلاد السبع و بلاد الثمانية وأربعين والسبعة وستين هي بلادنا و لازم نرجع إلها إن شاء الله بالعالمين عشانك أنا بجيب لولادة بقولهم هديك بلدنا لازم إحنا في يوم من الأيام إن شاء الله بالعالمين نرجع فيها نرجع إلها إن شاء الله بالعالمين طال الزمان أم قصر من خرج منها والتك ولا جدتك ولا مين وإحنا فعلا سكان السبع خرجنا أهلي في يعني قبل الثمانية وأربعين نعم ولكن إن شاء الله بالعالمين سوف نعود إلها بإذن الله عز وجل فلذلك أنا بقول لأولادي هايهم بقول لأبنائي إنه هذه هي بلادنا وإحنا إن شاء الله بالعالمين لنا نسمع من بنتك شو بتكون بتقولهم كل جمعة كيف حالك حبيبت شو اسمك الحمد لله آيس ويرك يا أنت أول حاجة من وين من أي منطقة فلسطين بئر السبع أنت عمرك ما شفتها طبعا ولا يمكن والدك لكن بتتوقع ممكن ترجعوا لها إن شاء الله بنرجع لها نحك ترجعين آه كثير بتعرفي عن بئر السبع بشي ضررينة بتعرفيش عنها كثير لا لا أنا بعرفي أنه هم احتلوها اليهود واخدوها من إجدادنا وإجداد إجدادنا وإحتلوها وإن شاء الله بترجع توقع ترجع؟ إن شاء الله بإذن الله أيا ما بتخافي بس تيجي هنا؟ لا بالأكس بتحمس وبازداد حماس أني بتشوف الناس قاعدين بقدموا وبتشجعني أقدم طيب أبو أناس اسمح لي أخيرا أختم معك بسؤال اليوم كان بيحمل اسم الحصار جريمة الحصار المؤامرة لن تمر باعتقادك هذا الحصار ممكن يرفع قريبا عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ والله إحنا أمننا في الله سبحانه وتعالى كبير وأمننا بالمقاومة وبالشعوب العربية التي تقف معنا وتساندنا أنه في يوم الأيام إن شاء الله ربع العالمين سوف يكسر هذا الحصار بإذن الله عز وجل بقوة الله عز وجل وبقوة هذا الشعب وإراته وبالمقاومة وبفصائله وبالشعوب المساندة إلنا الشعوب العربية والشعوب العالمية التي نتطلع أنها تقف معنا وقفة صمود ووقفة تأييد لكي ننتزح حقنا ويكسر هذا الحصار مرة واحدة وإلى الأبد إن شاء الله رب العالمين نحن متفائلين إن هذا سيتم إن شاء الله رب العالمين قريباً أم بعيداً شكراً جزيلاً وأسأل الله أن يحفظ لك أولادك فلا يصيبهم ضرر العدو أو الاحتلال الإسرائيلي شكراً جزيلاً لك على مشاركتك معنا إذن مشاهدنا الكرام أيضاً سنتحدث الآن مع مجموعة أخرى من السيدات تتواجد في المكان نلاحظ أن حضور السيدات في المكان حضور قوي دعونا بداية نعمل أن لا تكون هذه الرصاصات قريبة من أي أحد لا تصيب أحد يعطيك العافية عارفين عليك خلافك أم حامد صليبة أم حامد تيجي بالعادة كل جمعة؟ كل جمعة طبعاً حلنا ليه تيجي؟ تيجي عشان هذا أرض فلسطين يعني القدس عاصمة فلسطين هذا أرضينا يعني عشان يتأكدوا إنه إحنا رفضين أفعالهم هذا رفضين احتلالهم لأرضينا وارده أجداد نوابائنا في هذا اليوم منأكد إنه من إحنا بنسهاش الأراضي أنتوا جايين مجموعة وشايفة معاكم أطفال مين هدول؟ حدولها من قرأيبنا وفيه من الشعب هنا كمان أطفال وكبار وزار بس يعني حتى الحضور لكم وللأطفال للجميع هو خطير إسرائيل زي ما أنت شايفة؟ بدهم كمان بدهم كمان يشاركوا منقدرش نمنعهم كل واحد من نفسه بيجي مش يمفيش حدا بيجبر التالي إنه ييجي ويشارك في المسيرة هذا لأمتى راح تضلكم تيجوا وتشاركوا في المسيرة؟ نضلنا لحد دي ما يفتح المعابر ويلبط كل طلباتنا فتح المعابر اللي يفتح المعابر الدخول للأدوية للجرحة الصفر للجرحة المصابين يعني كتير كتير فيه انت عارفة رجالهم محتاجين أدوية محتاجين أطراف هذول يدخلوهم عن طريق البحر عن طريق أي طريق المعابر إن شاء الله تفتح وبعدين وراء القطبان المعتقلات الإسرائيلية من فيهم المعتقلين الأبطال تعتقدين أن إسرائيل ممكن تستجيب بضغط الناس هنا؟ إن شاء الله بإصرارنا وعزمتنا وإرادتنا إن شاء الله وصمودنا إن شاء الله هتستجيب وغصبنا عنهم مش بخطرهم لما لقيننا إحنا مصممين على حقنا الشرع هذا إن شاء الله حيستسلمهم هم منستسلمش حتستمر مسيرة العودة حتى النصر حتى النور كل حقوقنا المسلوبة شكرا جزيلا إليك وتمنى لكم السلامة أحكي لك صار موقف صار حدث أتوع يعني شباب واقفين سلميين أطخ على واحد يعني على الشاب مواطن سلمي واقف أطخ على رجله فجروه قدامك؟ أتوع لسه أتوع الكلام هاد ملوش دقيقة منظر بشا منظر يعني خلاص مش عارفش أتكلم بقول بس حسب الله أنا أعمل وكل فيه يعني دم من عند السلك اللجاي كان سلمي وماشي الدم من ألالإسعافهم حاملينه بأخر خار شكتين فيه آه قديش عمرهم؟ شكرا كلهم أنا عارف ما عارفش قديش عمرهم بها لم كان واقف لجاي كلنا سلميين ماشيين عادي يعني ما كان بشكل خطر عليهم؟ لا بشكل شي خطر هما هما ضد شوف اللي بيطبش كانوا يضرب على الإرصاص حيوا متفجر كمان واللي بيسقف كانوا يفتحوا الأنشيد كمان الوطنية برضو كانوا يطلق عليهم من نار انفجارة توك حتى على الكلام التنتين لما حملوا المصعفين كل بيرك الدم وكمان هاي الأرض بتشهد الدم روح شفاي بتفرج عليها شربت الأرض شربت الدم تبعا وما عمل إشي وإحنا حنستمر كل كله في عالم هادي بيزيدنا إثارة ووطنية بزيادة مش حنستسلم ومش خنخضع مش حنخضع مش حنسجد مستحيل نستسلم طول ما في هيك المجزر اللي بعملوا فينا حنزيد إثارة ووطنية وشجاعة حتى النصر حتى النول كل حقوقنا المشروعة حتى النول كل حقوقنا المسلوبة بإذن الله تعالى وهذا الأرض أرض فلسطين والقدس عاصمة فلسطين مش عاصمة إرسرائيل بعدما نقول للي سكتين وبتفرج علينا هادي زي ما هي أرضنا أرضهم بدي أقولهم إصحوا يا عرب بيكفنهم إصحوا إصحى ضميركم لو كتيش بدون يضرهم ضمير نايم بديش أنا أقول ما لهم مش ضمير بديش أحكي أنهم ما لهم مش ضمير بدي أقول ضميرهم نايم إن شاء الله بيصحى إن شاء الله بقول إصحوا إصحوا يا عرب إصحوا يا عرب إن شاء الله يصحى ضميرها شكرا إليك وحمد الله على سلامتكم إن شاء الله ربنا يحمل جميع شكرا جزيلا لك إذن منظر وصفته لنا السيدة أنا مشكلة على مبجر هيك نحيط اليوم تفضلي ما في مشكلة إذن سيدة الآن وصفت لنا مشهدا رأته أمام عيونها فأثار مدامعها شاب كان يقف بشكل سلمي تماما في المكان وأطلقت عليه إسرائيل واحدة من الرصاصات المتفجرة فتحولت ساقه إلى ما يشبه الأشلاء قد تبتر وهذا ما تعرض له عدد كبير من الشبان جراء هذا الرصاص الذي تطلقه إسرائيل عليهم الرصاص المتفجر الذي يأخذ حيزا ما يقارب من 20 سنتيمتر كما تحدث لنا أحد الأطباء في واحدة من تغطيات سابقا ما يؤدي في الغالب إلى إلحاق أضرار دائمة بالجزء المصاب في المصاب الذي تصيبه هذه الرصاصة إذا مشاهدنا الكرام على الحدود الشرقية لمدينة غزة نستطيع أن نرى الآن استمرار تواجد المواطنين واحتجاجهم السلمي وإيصال هذه الرسالة التي يقولون أنها رسالة إنسانية يطالبون فيها برفع الحصار عنهم ورفع يد إسرائيل عن حياتهم التي استحالت إلى حياة غير ممكنة منذ عام 2007 عام فرض الحصار عليهم وإغلاق المعابر والمنافذ والحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل حتى اليوم على القطاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر